يلا بنا نبدأ نشوف الأسئلة اللي ممكن نراجع بيها على الوحدتين الأولى والتاني أسئلة مراجعة اختر الإجابة الصحيحة هنا ممكن نفكر بأسلوب مختلف يجيب لنا مقولة أو يجيب لنا مثل ونبدأ ان احنا نطبقه على المنهج عندنا السؤال الأول بيقول انظر إلى عدوك كأنه فيل حتى ولو كان نملة يعني ما تستصغرش العدو لك اوعى تقلل من شأن العدو حتى إن كان هو قليل الشأن تنطبق هذه المقولة على أفعال موسى بن نصير معاوية بن أبي سفيان الوليد بن عبد الملك جيرجي ريوس موسى بن نصير هو قائد للدولة الإسلامية فموسى بن نصير كان لابد من استئزان الخليفة لا بتحركش بمزاجه طيب معاوية بن أبي سفيان أول خليفة للدولة الأموية الوليد بن عبد الملك ممكن نبدأ أن احنا نفكر فيه عندما أوصى موسى بن نصير قال لا أول حاجة خالص اوعى تستصغر العدو واختبر كل ما كان انت رايحه في الآخر خالص كان جيرجي ريوس واللي قتل على يد المسلمين يبقى هنا اللي طبق المقولة دي بالحرف كان الخليفة الوليد بن عبد الملك طيب السؤالي تاني أكثر العلوم التي كان يحتاجها المسلمون عند محاولاتهم ها فتح القسطنطينية تعال نتذكر ها قسطنطينية احنا فتحناها ولا فشلنا فيها فشل المسلمون في فتح القسطنطينية وعندما فشل المسلمون في فتح القسطنطينية استأذنك لعوامل طبيعية وعوامل عسكرية طيب العوامل الطبيعية استخدموا كم علم استخدموا علم الجغرافية استخدموا علم الكيميا استخدموا علم الهندسة طيب لو جالي علم الوحده فانت عارف كده يده 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 طيب لو جالي علمين مع بعض تعال نشوف الإجابات الكيميا والفلك الطب والهندسة الفلك والجغرافيا الجغرافيا والكيمياء يبقى أنسب إجابتين مع بعض الجغرافيا والكيمياء الجغرافيا عشان طبعا البرودة والطقس وكلام ده كله وغزارة الأمطار والكيمياء بسبب النار الإغريقية التي كانوا يطلون الكتل الصخرية الضخمة بيطلونها بمادة كيميائية عشان خاطة تفضل أو تظل موقودة بالنار حتى ولو فيه مياه يبقى الجغرافيا والكيمياء ترجمة نانسي قنقر